بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن الاحلام اللي موجودة على التعليقات في القناة اللي هي من مبارح لحد دلوقتي ويريت يا جماعة الاحلام اللي تنزل على التعليقات ما تكونش اي حد ينزل احلامه خلاص كده بتبقى صعب علي ان انا ارد عليكم فخلونا على البست المباشر وربنا اقدرنا ونرد عليكم بازن الله اما الاحلام اللي هي تنزل على التعليقات خلوها الاحلام الطويلة جدا اللي ما بنقدرش ان احنا نفسرها في البست المباشر يريد يا جماعة الكل يعمل كده والكل ينفذ الموضوع ده بالله عليكم عموما اول حلم معانا محمد موسى بتقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بتقول انا احلمت اني بحفر في حوش مدرسة وطلعت دولارات كتير ده اول حلم وتاني حلم بتقول انا احلمت اني كنت في مكان وكنت عايزة اطلع منه وكان حواليه ناس وقالوا لي علشان تطلعي لازم تعدي من الشباك ده وكان شباك حديد صغير جدا بس بعد محاولات كتيرة طلعت من المكان ده والاشخاص اللي كانوا في المكان ده ما كانوش متخيلين اني كنت هطلع من المكان ده طيب الحلم الاول يا محمد يا موسى يا اختي هنا بيدل على رزق وخير قادم لك من عملك وجهدك باذن الله تعالى والحلم التاني ده بيدل على انه انت بتمر ببعض المتاع وبعض الصعاب في حياتك لكن بتفكيرك وباجتهادك وقربك من الله سبحانه وتعالى ومحاولاتك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى بيخرجك من كل ضيق ومن كل هم ويكون فيه فرج لك في حياتك باذن الله تعالى رغم انه اللي حواليك بيبقوا عايزين يشوفوك انك بتعاني وانك بتمر بازا وكده لكن الواضح انه انت امورك ان شاء الله ميسرة وامورك انت تستطيع ان تتخلص من اي ازا واي ضيق تعاني منه الله اعلى واعلم استغفر الله العلي العظيم تقريبا الحلم بتاعك ده انا فصرته مبارح في البس بتقول لو سمحت انا حلمت ان امي يعرفها رجل اسمر البشرة واشاهد امي واخي لبسين قال سين واتى اليهم شخص يقول لامي هناك من ينظرك طيب الحلم ده اختي انا فصرته لك مبارح على البس المباشر وانه هو تقريبا انه فيه اشخاص بتحاول انه تتسبب لكم ازا وتتسبب لكم في ضيق ولكن اخيك يحاول ان يخرجكم من هذا الازا ويساعد والدتك في هذه الامور والله اعلى واعلم الحلم اللي بعد كده معانا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسمان رشيدة رشيدة عادل بتقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتقول اريد تفسير الحلم امرأة اعطتني ولد رضيع وانا لم اقبله رجعته لها من فضلك اريد التفسير بص الولد الرضيع رشيدة عادل بيدل على الهموم والمشاكل اللي ربما انه لو تعرفين هذه المرأة فتكون سبب هموم ومشاكل لك لكن انت رفضتي اخذه فان شاء الله بإذن الله لا يصيبك ازا ولا يصيبك شيء والله اعلى واعلم فهذا يدل على الخير انك انت رفضتي ان تأخذي منها هذا الولد عثمان بتقول اختي حلمت انها في امتحان واخو زوجها سرع منها ورقة الاجابة فذهبت لزوجته تشتكي تصرف تصرف زوجها فغضبت زوجته منه ولمته كيف سرقها دون علمها فخافت اختي جدا من ردة فعل زوجها فذهبت لغرفته كادت تدخل عليه فرأت نصف من جسده كان يرتدي لباس قصير فعادت ادرجها واستعزنت منه فخرج لها وجلس امامها على ركبته ولون عينها اخضر فبدأ فبدأت اختي تشتكي له من تصرف زوجته نحوها ولكن دون جدوى كأنه صنم لا يستجيب فانزلت استرى الذي كان بينهم وتركته وذهبت بص يا عثمان الواضح يا اختي انه في متاعب ومعناه بتمر بيها اختك بسبب اخوات زوجها وبسبب اهل زوجها وربما يعني بتحاول انه هي مش عارفة تشتكل مين ومش عارفة هي تعمل ايه والواضح انه هم متسببين لها في ضيق ومتاعب فعلا كثيرة في حياتها والله على وعلم دكتورة دكتورة مستقبلية بتقول انا عزباء حلمت اني شفت دكتور غريب حلو كتير عطاني روب حمام بشكل عالم الاراق مكتوب عليها الله واكبر 중요 وأنا نايم إلعاصر الحلم س application بشارة لك بخير وبشارة لك بالارتباط القريب بإذن الله تعالى وربما يكون سريع التحقيق بإذن الله إنه حلم انة من المساعة بيكون سريع التحقيق ان شاء الله بشارة لك بالخير قريبا فريدة بتقول أنا 06 و30 سنة حلمت اليوم فيه طبيب تنسى انا اعرفها في الحقيقة جاءت لي بيتنا وقابت لي الكثير من الاموال الورقية شنط شنط وبدأت تخبئ تخبئها لي في السلاقة والاخرى فوق الدولاب يعني في الخزانة الاهزية وصحيت يا فريدة النقود الورقية هذا يدل على رزق قادم اليك وان شاء الله خير قادم اليك واللي متخبئ في التلاقة ده ان شاء الله يكون لسه عليه يعني وقت ويتحقق باذن الله تعالى اما الاخر فهذا يدل على خير ورزق باذن الله في القريب العاجل ربنا رب يصلك الحال ويوسع عليك يا رب اميرة بتقول ما لحقت الباس ممكن تفصل يا شيخ بتقول انا عزباه ورأيت اني اقرأ من القرآن الكريم ايه والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب بصي الاية هنا بتدل على انه ما يفعله الله سبحانه وتعالى لا يخطر على البشر ولا يستطيع فعله اي بشر وان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وان شاء الله يدل على التيسير لك في امورك باذن الله تعالى الحلم اللي بعد كده معانا محمد طارق بيقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول له سمحت يا شيخ انا رأيت نفسي في منزل لا عارفه ورأيت والدي المتوفي ماشي من امام المنزل نديت عليه وقال لي انا زعلان منك علشان مش بتزورني ومش بتزوريني وبتسألي علي وحضنت وبصت وبعدين قمت من النوم ونمت تاني وحلمت ان ابي ركب سيارة وهو امي واخي الكبير وبيدور علي ولما رحت البيت زوجي رأيته جالس امام منزل زوجي منتظرني هو شخص من البلد مع العلم هذا الشخص حي وبيبي اكفان الموتى بس سبتهم وطلعت فوق الشقة لقيت امي مستنياني فوق وبقول لها هو بابا مات ايه اللي صحاه تاني طيب بص يا محمد اطار اول حلم ده بيدل على انك انت مقصرة في حق والدك فعليك بالزيارة وعليك بكسرة الدعاء وان امكن ان تخرجي له صدقة اما الرؤية التانية ده بيدل على ان شاء الله بإذن الله بشارة لك بالخير وبشارة لك بتحقيق امنية بإذن الله تعالى قريبا انت كنت قد فقدتي الامل فيها وان شاء الله سوف تعود قريبا والله اعلى واعلم الحلم اللي بعد كده معانا مهند بتقول يا شيخ حلمت جاءتني بنت جيران تقول لي طلعي جهازك بتاع عرسك لانه بتصير في حرب وتقول لي انا اخرجت جهاز عرسي من البيت ثم جهزت جهازي وذهبي كان معايا في صندوق في تعليقه ذهب فساعدتني للعلم انا مخطوبة انا وبنت جيران جهازي يعني ملابسي والاشياء التي بنشتريها في بيت اه ما نفاهم يا اختي الحلم هنا خروج الجهاز ان شاء الله باذن الله يكون بشارة بالتيسير وبشارة باذن الله يا مهند باقتراب الزواج باذن الله خروج الجهاز من البيت وتجهيز الجهاز من البيت فده بيدل على بشارة باذن الله تعالى لك باقتراب الزواج ربنا رب يصلك الحال ويوفيك لما فيه الخير والسعادة الحلم اللي بعد كده معانا تلين بالحارس بتقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتقول ممكن تفسير رويتي انا عزباء ورأيت اني اجلس على كرسي راقي جدا وفخم كأنه كرسي احد الملوك وكان في الوسط قماشة جدا مريح وكان مقعده طبي ولكن ولونه بنفسجي لغامق ولا فاتح واطراف الكرسي كأنه حديد لونه زهبي وكان مرتفع قليلا عن الارض وفجأة وجدت اني في مكان عمي ولم يكن بداخل المول بل بمكان عملي ولم يكن بداخل المول بل بمكان ليس له سقف وكان بالليل وكنت سعيدة جدا لاني امشي بسهولة وبخفة امر بجانب موظف اعرفه ثم مرتب بمحلي وفجأة الفتاة ايمان والتي لا تحبني في الحقيقة رحبت بي بسخرية وكان ترفع رأسها قليلا كي تستطيع ان تنظر لاني مرتفع قليلا ثم اتت بالبخور وانا قلت نعم بخريني لاني في مكانة مرتفعة مع انها كانت تريد احراقي بتعطير المكان بشكل مبالغ به ولكني كنت سعيدة وفجأة اتت ايمان بالعطر وكنت اقول جميل ثم رشت الكثير منه علي وعلى وجهي وانا خفت قليلا ان يدخل عيني وكنت افكر ان اشتكي عليها او لا ثم ذهبت وصعدت على درج صغير بالكرسي وكنت اقول ماذا ساقول لهم اني تركت الشخص الذي احبه وهم يعرفون اسمه كيف ساخبرهم ان اسمه كاني قلت محمد لست متأكدة بص يتالين الحلم هنا بيدل على ان شاء الله بإذن الله تغير في مستواك المادي وان شاء الله بإذن الله يكون تيسير في امور عملك واما عن من تحقد عليك فالواضح انه هي فعلا هذه المرأة تحقد عليك وتتسبب لك في بعض الازى في حياتك ولكن انت ان شاء الله بإذن الله لا تتأثري منها فالواضح ان هي تحسدك على ما انت فيه ولكن ان شاء الله لا يصيبك شيء ولا تتأثري منها بإذن الله تعالى وأما صعودك الدرج فهذا يدل على ان شاء الله تغير في الحال وفي المستوى الماد وفي المستوى المعيشي وربما يكون كان فيه شخص في حياتك لكن ان شاء الله بإذن الله سوف يكون فيه شخص أفضل منه في الفترة القادمة والله أعلى شيماء بتقول السلام عليكم عليكم السلام يا شيماء بتقول لي يا صديقة متزوجة وحامل في الشهر التامن حلمت بي اني حامل ايضا وانا ما زلت عزباء بص يا شيماء الحمل هنا فيه امرين الحمل هنا بيدل على امرين الامر الاول وهو انك بتحملي مسؤولية نفسك وهموم نفسك وبتتحملي متاعب في حياتك والأمر التاني وهو يدل على ان شاء الله بإذن الله يبشر بالخير ويبشر بالارتباط القريب والله على وعلى اسماء حسن بتقول السلام عليكم عليكم السلام بتقول انا متزوجة وعند بنتين وحلمت زوجي واقف في الشقة ومغير شكل العفش بنظام جديد وكان فيه كرسي خشب عريض وبيتحرك وكان لافت نظري جدا كل تركيزي عليه بصي يا اسماء ان شاء الله بإذن الله فيه تغير في حياتكم الى الافضل وفيه تيسير في الامور الى الافضل وربما زوجك بإذن الله تعالى سوف يحظى على كرسي او على منصب في عمله جديد بإذن الله تعالى ربنا رب يصلك الحال ويسعدك جنة الرحمن ربنا أعزك جنة الرحمن بتقول والله تفسيرك طلع الصح فعلا سبحان الله جزاك الله خير جزانا الله وإياك أختي إيمان إيمان الحلواني بتقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتقول حلمت ان ام طليقي طليق ابنتي وزوجها اللي هو حمادها يعني حضرت لمنزلنا هي وزوجها وطلبت مني ان تشرب فحضرت لها كأس ماء وكانت منكسرة وتتودى لي ابنتي ابنتي مطلقة وبيننا قضايا في المحاكم الواضح يا أستاذ إيمان هذا يدل على إن شاء الله على النصرة وعلى أخذ حقكم وإن هي عطشانا فالواضح إن هي بتمر بضيق ومتاعب بسبب هذه القضايا وهنا بشارة بالنصر لكم والله على وعلم رمضان كريم رمضان كريم بيقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجو تفسير حلمي بيقول أنا ما مفتكر شي أحلامي خالص لكن من يومين حلمت أني شفت النمر جاي يجري علي أنا وبنتي وإحنا في الطريق لوحدنا جرينا ووقفنا على سلم ولما لقينا ناس بدأت تنزل قلت لها أنا سايبة شنطتي هناك يلا نروح نجيبها ورحنا لقيت ثلاث كلاب وأعدت في الأرض سنت على حجر كلبين وقفوا جنب رجلي الشمال يخوفوني والثالث كان أكبر منهم عضني في صباع رجلي الشمال لكن كأنه كلب صغير مش عارف يعود أرجو التفسير لأن اسمعت تفسير تعبني نفسيا والله يا أختي والله بالنسبة للتفسيرات فيه ناس كتيرة جدا دايما بتقول كلام وخلاص وبتقول كلام ربنا ربي يهديهم ويصلح حالهم التفسير يا أختي النمر هنا بيدل على أنه فيه شخص مؤذي في حياتك وأنت بتتلاشيه وبتتلاشي المشاكل وما بتهرب من المشاكل وما بتحاولين اشتواجهها الجزء التاني اللي هو الثلاث كلاب هنا بيدل على أنه فيه أشخاص أيضا برضو في حياتك بتحاول أن هي تأذيك ولكن أزاهم ضعيف وأنت لا يهمك أمرهم والله أعلى وأعلم الحلم التاني بتقول أنا حلمت حلم تاني كان تاني يوم حلمت أني نايمة وفيه جن واقف ورايا كان خيال اسود وأنا ما بصتش عليه لكن حاس به وقرأت سورة الفلق لكن كان لساني تقيل جدا وقرأت سورة الناس وما كملتهاش كملته بأيات من سورة الفاتحة أرجو من حضرتك الرد الحلم دا بقى يا أختي بيدل على أنك مصابة أصابة بمس أو سحر وعليك بالرقية يا أختي الحلم هنا عليك بالرقية لأنه دا بيدل على إصابة روحانية والإصابة الروحانية دي طالما أني رأيت في المنام أني أقرأ أي آية من آيات الرقية فهذا يدل على أنه في إصابة روحانية ربنا رب يصرف عني كل سوء وعليك بالرقية وإن شاء الله سوف يزول هذا الضيق بإذن الله محمد شعبان بيقول السلام عليكم عليكم السلام بيقول لو سمحت حلمت أني لا بالسجادة طيب إزاي لا بالسجادة صلاة معلش يا محمد يا شعبان ياريت تفهمني النقطة دي أنت بتقول لا بالسجادة صلاة وبزور حد مريض بقول له الحمد لله ربنا شفاك وكنت أجهز نفسي للصلاة بجمعة ياريت وتقول لي محمد شعبان الحالة الاجتماعية بتاعتك إيه وده كل ده مهم يا جماعة في التفسير دعاء دعاء البكري بتقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتقول رأيت جامع وقبات وبضاء كبيرة وطويلة وبها من الوسط شريط أخضر وأسمع صوت يقول الجوامع هم رجال الله الصالحين ثم فجأة أرى نفسي فوق سطح بيت جدي ومع طفل بقربي ثم أرى صاروخ ينطلق من طائرة وأرى قرب باب السطح وأرى توحق النار ولا أشعر بحرارة أو ضرر وهو يستعد للانطلاق وعندما اقترب منه الطفل الذي معي تقرب الصاروخ منه ثم سحبت الطفل الجانبي وأبتعد الصاروخ وانطلق ثم بلمح البصر كنت بداخل الجامع اللي رأيته فدخلت الجامع وراء نهر دجلة وقسر قرب الجامع وأراء القبة سليمة لم تتضرر والجامع كله لم يتضرر فأدخل إلى المصلة وأجد هنا أنه هناك ناس قد صابهم الصاروخ ويقول انظري أرى الطفل مكفن بكفن أبيض والتابوت أبيض مثل لون الكفن وأرى رجال أيضا مكفنين والتابوت أبيض وأقول هؤلاء شهداء وأرى وجههم ظاهرة من الكفن لم تغطى متزوجة وليس لدي أطفال أنا من العراق بص يا دعاء الحلم هنا من البداية كده الجوامع والقباب الخضرة ده بيدل على أنه الالتزام والدين والطمأنينة في القرب من الله سبحانه وتعالى ورؤية المسجد في المنام بيدل على الطمأنينة والاستقرار ورحت البال أما عن الصاروخ اللي هو اقترب منك الولد الطفل ده بيدل على أنك بتمر بمعاناة وبعض المضايقات في حياتك لأن الطفل الولد في المنام بيدل على المعاناة في أكثر الحالات وأن الصاروخ ده أنت بتحاول أنك تتخلصي من هذه المعاناة وهذه القلق وهذا الخوف وربما إن شاء الله بإذن الله لا يصيبك إلا الخير وأنك سوف تذهبين وتلتزمين بدينك أو أنت ملتزمة بدينك وهذا دليل على بعد الأزى عنك وبعد الضيق عنك وإن شاء الله يكون بشارة لك بالخير وبشارة بصلاح الحال بإذن الله تعالى والطفل الأطفال المكفنة والناس المكفنة هذا يدل على بداية حياة جديدة وعودة الاستقرار النفسي لديك بإذن الله تعالى وبداية جديدة لك في حياتك والله والله أعلى وأعلى الحلم الثاني معنا أم علي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنت دايما تفصل لأحلامي بأن هناك تعطيل في حياتي وهذا الكلام صحيح أرجوك ساعدني أنا تعيبت أعوذ بالله أن أي أس من رحمة الله طبعا يا أختي مص يا أختي عليك إذا يعني مررنا بضائقة أو بتعطيل فعلينا بالرقية فربما التعطيل يكون من عين حسد صيبانة مثلا أو مس أو أي أزى روحاني أو حتى لو مكنش أزى روحاني الرقية مش هتضرين في حاجة فأنت عليك بالرقية يا أختي ومتكرار الرقية وعليك بكسرة الاستغفار لأن الاستغفار فيه كل الفوائد عليك بكسرة الاستغفار والصلاة على الحبيب المصطفى لأن فيها مميزات وفايد ما شاء الله اعملي ورد لنفسك من الاستغفار والصلاة على الحبيب كل يوم وإن شاء الله يكون فيها بشريات الخير والفرج القريب بإذن الله لك والله أعلى وأعلم ميجو نجاح بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بتقول رأيت في المنام كأن ابنتي كانت تغط في نوم عميق وزوجي يغلبه النعاس ولكن لم أكن أرغب في نومه أيقظته لكن النوم غلبه فأيقظت ابنتي ولكن بصعوبة ثم صعدنا معا إلى السطح لكن ابنتي حسد بوجود أشخاص فخافت جدا ونظرت تجري وهي تصرخ يا أبي استيقظته هناك استيقظت هناك أشخاص في العالة وأنا أيضا معها وكنت أنزل بسرعة رهيبة من شدة الخوف حتى استيقظ زوجي من صراخنا وشكرا بص يا أختي الحلم ده بدل على أنه أنت حسى أنه زوجك الفترة دي بعيد عنك شوية أو حسى أنه زوجك الفترة دي مهمل شوية في حياتكم ومقصر شوية في أمورك ولكن هو السند والظهر لكم وإن شاء الله بإذن الله ما يصيبكم إلا الخير لأن إذا حسست بأي قلق إنت دايماً سند لكم وظهر لكم في حياتكم والله على وعلا الحلم الثاني بتاعك بتقول السلام عليكم عليكم السلام بتقول رأي نفسي أحتضن أرنب لونه رمادي وكان جميل جداً ودود الأرنب يدل على الرزق الواسع الرزق المبارك بإذن الله تعالى هذا يدل على رزق واسع ورزق مبارك قادم إليكم ربنا رب يصلكم الحال ويوسع عليكم بإذن الله تعالى علي ألين بيقول السلام عليكم أنا عزباء بتقول حلمت إني مسافر الكويت وكانوا معايا شخصيات مهمة وكانوا يتكلمون معي بخصوص شغلهم المهم فيما كنت أتمشى معهم رأيت أمير الكويت من بعيد قالوا لي تعالي نسلم عليه وأنا رفضت وجد أمي وأخذتني بالغصب وأنا كنت خجلانة لإني لابس نقاب بدون غطى ولما اقتربت منه دقيت له تحية العسكر وقلت له أعذرني إحنا البنات ما نخامس الرجال قال عادي وكان يسولف معي وبس انتهى بص يا أختي الحلم هنا مبشر بالخير لك بإذن الله تعالى ومبشر بتحقيق أمنياتك وتيسير أمورك ربنا رب يصر لك الحال ربما أن فيه بشارة لك بعمل جديد أو بحياة جديدة وبإذن الله تكون أيضا بشارة بارتباط قريب والله أعلى وأعلم رولا بتقول أنا حلمت حلمت أن حبيبي يخدعني مع واحدة أخرى جنسيا وقلت له حاضر اذهب وأمه كانت معي في بيتنا وهناك عائلتي متجمع وبعدها ذهبت إلى المحل أنا وصديقتي عجبتها الثياب وقالت سأشتري هذه وبعدها أمي تعركت مع بنات أعرفهم وكنت أصرخ عليهم بصي الرؤية هنا يا أختي بالدل على أنك دائما يشغلك أمر من تحبين وتفكرين فيه كثيرا وتخشين أنه يصيبك يتسبب لك في أزى أو يتسبب لك في ضيق أو يتسبب لك في خديعة أو يجرح مشاعرك ولكن إن شاء الله بإذن الله لن يحدث إلا الخير بإذن الله وشراء صديقتك للثياب اللي أعجبها ده بيدل على بشارة لها بالخير وبشارة لها بالتيسير في أمورها أما عركة أمك مع بعض البنات فده بيدل على أنه ربما فيه حقد وفيه يعني بعض الحقد اللي أنتو بتمروا به بسبب أشخاص حولكم والله وعلا وعلا نصرة بتقول صباح الخير يا شيخنا صباح النور يا نصرة بتقول حلمت اليوم إني قبلت في عمل ورأيت إني أباشر مهامي وكان رئيسي المباشر امرأة فكانت تسير لي العمل وقدمت نفسي لزملائي ورأيت مدير العمل كان أجنبي وانفسر دون طلاق وأبحث عن عمل منذ مدة إن شاء الله بإذن الله يا أختي بشارة لك بالتيسير بإذن الله تعالى إن شاء الله هذه الرؤية بشارة لك بالتيسير وبشارة لك بالتوفيق في الفترة القادمة في عمل جديد والله أعلى وأعلم وبكده يا جماعة نكون خلصنا لا ما نكونش خلصنا لأنه الناس بتنزل أحلام على طول مش عارف الموضوع يا ريت يا جماعة موضوع الأحلام في التعليقات ده ما يبقاش إلا للظروف الخاصة الأحلام الطويلة بس سند سرادة بتقول السلام عليكم عليكم السلام بتقول يتكرر كثير حلم اسم أبو سطيف وأم سطيف التفاصيل لم أتذكرها والله يبصي لو أنت تعرفين أشخاص بهذه الأسماء ربما يكون بينكم تواصلوا بينكم مصلحة ستتم في الفترة القادمة وإن لم تعرفينهم فإن شاء الله يكون بشارة مش عارف المشكلة يا جماعة أنتم بتكتبوش الحلال الاجتماعية يعني مثلا طب أنا دلوقتي أقول لك إيه مش عارف والله يا سند سرادة الحلم ربنا يصلح حالك ريت يا جماعة يريت يا جماعة الحلة الاجتماعية بعد إذنكم حلم تاني ليها برضو بتقول أنا حلمت أنه أولادي وأنا بدنا نسافر لكن كل عيلة وحدها بدها يسافر يعني كل واحد من أولادي وزوجاتهم بدهم يسافر لمكان وأنا بد يسافر لمكان ولكن السفر قريب من زوجة وعندي أولاد وزوجاتهم بصي أنت أديك ذكرت الرؤية الحالة بصي الحلم التاني بتاعك يا سندس يا راضي بيدل على أنه كل العائلة بيحاولوا أنه هما يغيروا من ظروفهم المادية ومن حياتهم إلى الأفضل وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه بشارة بالتغير بإذن الله إلى الأفضل والله أعلى وأعلم أرقو أرقو بتقول السلام عليكم عليكم السلام بتقول شفت الرئيس بشار الأسد يهديني إكسسورات وحزية حلوة كأنه بشنطة سودة وأخذت اللي بدي إياها وأخذ الباقي وكان لابس طقم رسمي هذه بشارة لك بإذن الله لو أنت عزباء هذه بشارة لك بالارتباط القريب وتيسير في أمورك بإذن الله وإن شاء الله تكون أيضا بشارة ببداية عمل وبداية حياة جديدة ربنا رب يسعدك ويوفاك وبكده خلصنا الأحلام كلها اللي موجود على التعليقات ربنا رب يسعدكم ويوفاكم وانتظرونا في المساء في البس بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر